أنا بقول لكو أنا أنا مسكت كل الآيات وأقول بتحدي لقيت إن الآيات مرتبطة بالآتي غيرت الله مرتبطة إنه دخل في علاقة عهد فاعتبر الشعب ده كعلاقة الزوج بالزوجة الزوج بالزوجة وأخطبكي لنفسي إلى الآبد ده الرب بيقول لشعبه في صفر هو شعب طبعا في علاقة بين الزوج والزوجة في غيرة قصدي بين الزوج والزوجة وبس غيرة برضو سلبية طبعا لما بتزيد عن حب ده عشان بس أنا عايز أقول للمشاهدين بس بشكرتني بمهمة أول إن في غيرة مرات مدمرة مدمرة بالزبط حتى لو كان من باعها الحب أو علاقة الزوج طبعا طبعا لكن إحنا محتاجين قدر من الغيرة جميل مهم ومطلوب لكن الغيرة لما تزيد عن حدها تدمر العلاقة الزوجية على طول يعني فأنا بقول هنا بقى الرب لأنه ارتبط بشعبه شوفوا الآيات اللي جاية في شعياء 54 يقول لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه بعلك البعل هو الزوج في إرمية 22 اذهب ونادي في أذني أرشليم هكذا قال الرب قد ذكرت لك غيرت صباكي محبة خطبتك شوفوا الكلمات بس محبة خطبتك للدرجة إنكوا تلاقوا الكتاب المقدس بيعتبر في طور المحبة خطية والرب يعاتب شعبه اذكر من أين سقطت وتب ارجع إلى محبتك الأولى هي ايه المحبة الأولى؟ المحبة الأولى بالضبط هي نفس الآية اللي أنا بتكلم عليه هنا اللي هي محبة خطبتك ده كويس إنك قلت ده عشان نقول لكل مشاهد مرات الواحد لم يجي للرب يعني يبقى إيه للرب مخلص شخصي تلاقيه غيور جدا متحمس جدا بيقعد قدام الكتاب يقرى صحيين وثلاثة واربعة حماس البداية وياخد خلوته مرة واثنين في اليوم تمر سنة واثنين تليكسل وفتر الرب بيقل له ارجع لمحبتك الأولى في طور المحبة خطية علاقتنا بالرب مش علاقة تقصية علاقتنا بالرب علاقة حب والمسيحية هي علاقة حب بالله وليست علاقة ممارسة طقوس ولا فرائد ولا إلا إلا آخره